اشتركوا في القناة وقال رسالة صحفية وعلامية تعزز من قيم الانتماء والوحدة الوطنية وهنأهم سموه بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور الصحيفة الذي يصادف يوم غد الاثنين واثنى سموه على الجهود التي تبدلها الصحيفة في سبيل الارتقاء بالعمل الصحفي وما تتناوله من موضوعات الشأن العام التي تسهم في تنوير ووعي المجتمع وقال سموه ان ما قامت به صحيفة البلاد من عمل يعادل اكثر من عشر سنوات فقد كان لحضورها الفاعل ومتابعتها لكل شؤون المجتمع وتبنيها للعديد من الموضوعات التي تهم الشأن العام اثره الواضح في تسليط الضوء على هذه الموضوعات والعمل على حلها وانوها سموه بما تحظى به الصحافة البحرينية من طاقات وكوادر متميزة اسهمت باقلامها في اثراء الوعي الوطني وتناولها مختلف الموضوعات وقضايا المجتمع بالتحليل والتعليق من جانبها عرب سيد عبد النبي الشعلاء رئيس مجلس ادارة دار البلاد للصحافة والنشر والتوزيع عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعمه لمحدود لصحيفة البلاد وقال ان هذا الدعم كان هو الباعث والحافز الى المكانة التي وصلت اليها الصحيفة اليوم واضاف ان ما استمعنا اليه من سموه اليوم من اشادة بالصحيفة يمثل وساما على صدور جميع العاملين بها ومنهجا نسترشد به في قادم الايام واكد ان رعاية واهتمام سموه برجال الصحافة وتشجيع سموه الدائم لهم يشكل حافزا لبدل مزيد من العطاء من رسالة صحفية اكثر تعبيرا عن قضايا الوطن وطموحات المواطنين ان تابعا hashtag ترجمة نانسي قنقر